من وقت ما انفصل والد ووالدة صفاق وهي طفلة وصفاق بتحلم انها تتجوز وتروح ببيت جديد ان ربنا يكرمها بابن الحلال اللي يكون سنادها وظهرها اشتغلت في سوبر ماركت في محل ملابس مكتب محاما كل ده عشان تعرف تصرف على تعلمها وتجهز نفسها ربنا كرمها وخدت ديبلوم جهزت نفسها وفرحت واول عريس يخبط على الباب اتجوزت لكن بعد الجواز اكتشفت ان جوزها شكك ما بيسيبهاش تروح اي مكان لوحدها نهائي لو الموبايل رن لازم تردوا قدامه وتفتح السبيكر لما يرجع من بره يسألها مين كان هنا بعد ما صفاق خلفت منه ولد بقى حاجة تانية خالص بقى اتفاجأت بيه بيبص لابنها ويقولها الولد دم الشباي مين بابا؟ خلفتي من مين؟ وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة استشاري الطب النفسي زيك يا دكتور حمودة؟ زيك يا سيد اخبارك ايه؟ نورنا والله يا دكتور ايه رأيك في القصة بتاعت النهاردة؟ بشوفها كتير قوي القصة دي بالمناسبة وعلى فكرة هي ما بتنتهيش على كده ما لعليه؟ هي غالبا بتنتهي في الطب الشرعي بعد ما بقتلها انت بديها كده؟ اه هي دي الحقيقة ده كلام؟ اه أنا القصة عجبتني الحقيقة اه القصة دي بنشوفها كتير جدا بس ما بتنتهيش على كده يعني انا مثلا تقولي شفت مثلا خمسة ستة مراته جايبا العيادة بالعفية عشان يتعالج بس البقيين شفتهم في الطب الشرعي بعد ما قاتلوا مراتتهم خلي بالك انت انت قول شوي يعني ايه تقولت لي مثلا ان احنا تلت تربعنا محتاجين لعلاج نفسي لست قولي ان فيها قتله ليه دكتور بتعلم بسقف التوقعات انا ما كنتش بتوقعات ده تماما عشان احنا لازم ناخد بالنا من اللي هيحصل بعد كده هو الشك ده مرض احنا بنستنى دايما للمصيبة لما تحصل وبعدين نقولها هي حصلت ليه؟ مع انها كتباينة زي الشمس هي ايه اللي كتباينة؟ انه هيقتلها ازاي؟ او واحد بيشكي في مراته والواد مش ابني يبقى ده معنى انها خلق طب ما هي اصلا ما اخدتش بالها في الخطوبة ان هو شكاك احي ما اخدتش بالها في الخطوبة بس هي اخدت بالها دلوقتي ان هو شكاك فمستنية لايه؟ طب وزي ما اخدتش بالها في الخطوبة ان هو شكاك ما هو ما بيبانش في الخطوبة ان هو شكاك ازاي؟ احتكاكها بيه كان ضعيف في القطوبة وهي تخطبت فترة بسيطة وقيتليك كانت عايزة تهرب من بيت والدتها عشان المسئولية والضغط اللي هي فيه الضغط المادي والضغط الاجتماعي اللي هي فيه عشان تعرف ان هي تتعيش مع ابن الحلال شافنا بيرابونا كده وإحنا صغرين ما هي بقى ما استنيتش تتخطب ما استنيتش تكتشفه ما استنيتش انها هتعرف طيب بص بقى يا دكتور انا قصدي ان هي يعني انت اوزك ان هي هربت من البيئة اللي هي كتتعيش فيها بالجواز فما اخدتش بالها اذا كان خطبها ده حلو ولا وحش ولا شكاك ولا وحش ما لحقيتش تعرفه كويس بس كل حاجة متيسرة ايوة دي حاجة تانية بنتحك بيها على نفسنا لا دي علامة من العلامات لا استني بس علامة من العلامات بس احنا لازم نعرف الاول الشخص اللي قدام يدعمل ازاي متيسرة مش معنى انها متيسرة انها كويسة لانت ما كل الجوازات اللي كان اخرها طلق Juliet كيف سوى اللي التيسرة مالجوازوا ازاي محي كتت متيسرة فعشان كدي اتجاوزوا حصل بقى شوية عكوسات في النص لا ما هدول مش هتجوزوا اللي بتحصلوا بشفت عكوسات دول ما بيتجوزوا ஻م بيكملوش يبقى مش متيسرة لكن كل الجوازات المتيسرة وبعدين اتطلقوا كانت متيسرة فلأول بس خلصت بالطلاق طب وانا نعرف ازاي لما تبقى حتى المتيصرة دي مش علامة ناخد فترة خطوبة كافية عشان نكتشف الشخص اللي قدامنا المفروض الخطوبة لا تقل عن 6 شهور لسنة مش معنى 6 شهور لسنة عشان تكون فترة كافية ان انا عرف فيها الشخص اللي قدام طب ممكن حد يقولك هعرفوا 6 شهور واتجاوز على طول لا اعرفوا من اللي هتقل عن 6 شهور لسنة هعرفوا بقى في الفترة دي يعني اذا كنت ناوي تخطوا ب6 شهور اشوفوا يوميا اعرفوا شك لا يعني 6 شهور تبقى كل يوم يقعد عندنا في البيت او ننزل محد تقريبا عشان ابقى عارفة هو سلوكه ايه وعامل ايه وناخد على بعض عشان لما نتجوز ما نفجأش بعد الجواز ان احنا شخصين ما ننفعش نبقى مع بعض طب تفتكر هي كده قعدت قد ايه مصر لا هي مكملتش شهرين وتجوزت كنت عايزة تخلع بتقولك عايزة اهرب من البيت طب دي ايه البيئة دي ان هي تهرب من البيت با هي عايزة تهرب من البيت عشان اللي الضغوط اللي عليها وعلى والدتها كبنت أنت عايزة تتجوز أو بتحلم بوجود أب لأنه الأب مش موجود ومفيش أب يصرف عليها فعلا ومفيش فهي عايزة تهرب ده نوع من الهروب هو ده نوع من الهروب ولا ده نوع من العوض لا ده نوع من الهروب هي كتت بتهرب هنا ما كتش بتدور على العوض اللي بيدور على العوض يتأنى وتريس ويفكر هي كتت بتهرب وهي استخدمة اللفظ الصح أنا كنت عايزة أهرب شاءلت كده بس فهي كتت عايزة تهرب فعلا فقامت لبست في الحيطة طب ايه شخصية الشكاكة دي بقى؟ هي مش شخصية شكاكة ده احنا عندنا ثلاث حاجات ممكن يعني يكونوا موجودين عنده احنا مش عارفين ايه بالزبط واحد الأشهر على الإطلاق اللي هو بتنتهي بالقتل اللي هو الديلوجينال ديس أوردر اللي هو اضطراب ضلالي الشكل يعني ضلالي ده مرض بيبقى فيه ضلالة كلمة ضلالة دي تعني فكرة ثبتة رسخة ما بتتغيرش بالمنطق فكرة في دماغ الشخص ثبتة رسخة مش شوف حاجات ايه يعني لا فكرة فكرة مش بيشوف فكرة في دماغه ثبتة رسخة ما بتتغيرش في المنطق فهو عنده فكرة ان امراته بتخونه اه بيتخيل ان في حد في البيت وفي حد واقف ورا السطرة انت الخبيه لا مش بيتخيل هو عنده الاول الايه الفكرة هو مسدق مسدق ان امراته بتخونه ينهر ابيض فكرة رسخة في دماغه ما بتتغيرش بالمنطق يا سيدي تخونك فيندي ما بتنزلش من البيت بتتصرف مين كان هنا اصله ابن الجيران بيقول له مين كان هنا المهم ان الفكرة مش هتتغير مهما نحاول نقنعه ايه بالمنطق طيب المرة الحاجة التانية بس استاني بس ده الانواع على فكرة النوع الاشهر بتاعه اللي هو التراب ضلال الشكل اللي فيه الجلسي او الغيرة تمام؟ ضلال الغيرة ما الغيرة دي حلوة؟ ده النوع لا مش حلوة ليه؟ ده النوع الاسوأ لانه بيبقى معاه دايما ضلال الخيانة بيبقى عنده فكرة انها بتخونه الله فيبدأ بقى لا دم شبني لا دم الشبهي لا تعالي نعمل تحليل دي ان ايه؟ لا ويخش لدرجة كده كان عندي عيان بيدور في ودان مراته عشان هو متأكد انها لابسة سماعة بيتكلم حد متخيلة هو كده بالضبط الاتراب الاتراب كده بالضبط طب بما انك قلت له كده هم ثلاث انواع يعني قلنا اول نوع اللي هو ان هو ماد some لا شيء نوع بقى تاني حاجه هوا تلت احتمالات تاني حاجه انه يبقى برانوية يو عنده برانوية العادة عنده الطراب الشخصية الاوطهاضية زى أسف على الإزعاج علشان نفاهم الناس كده لا أسف على الإزعاج كان عنده اسكيزوفرينيا كان عنده فصام دي الحاجة التالتة بقى بس كانت الناس كلها تضطهط مهو دي الحاجة التالتة طب ما الفرق من دي و دي ماهو أنا هاقولك لو ضدتيني فرصة ها تبقى تربضها للشكل انا كم أقول الحاجة فيه فكرة سبت رازخة غمطة غرش بالمنطق هي فكرة بس ماشي دي يعرف نهي غير كده لا استني غير كده حياته كلها تبدو إيه؟ طبيعية ومنتظمة ما عندوش خلال في أي حاجة إلا الشك في امراته هي الفكرة دي بس ماشي أما الشخص اللي عنده التراب الشخصية الإضطهاضية ده عنده أفكار إضطهاض تجاه جميع الناس كلهم بيتحكوا عليه كلهم بيحبونيش فدائما هو بيدور إنه الناس بتخونه والناس بتضحك عليه والناس بتغدعه فامراته واحدة من ضمن إيه؟ اللي بيغدعوك كتير فمش هتبقى امراته واحدة ده هيبقى معاه إيه؟ كذا حد ده صاحبي بيتأمر علي ده زميلي في الشغل عايز يعمل لي مش عارف إيه؟ ويقعد يفحر 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 لحد ما يلاقي إنه اللي قدامه بيجدب عليه هو اللي قدامه بيجدب عليه عشان يرايح دماغه يكتشف الكتبة فيأكد له كلك أنا كان عندي حق خد أما قولك هديني بقى الثالثة بقى الفرق أنا حيزق في الفرق من البرانوية والسكتزوفرينية يأكد له الضلال بس ماشي؟ ده برانوية برسنالتي ديس أوردر اللي هو اضطراب ضلالي اسمه اضطراب الشخصية الاتهادية ده اضطراب شخصية ده على اكسس تو في التشخصات تمام؟ ده اضطراب في الشخصية الثالث اللي هو الفرق من البرانوية فصام بتاع اسف على إيه؟ مريض الفصام بيكون عنده ضلالات اضطهادية ويكون عنده هلاوس سمعية وبصرية ده 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 أوحش نوع ده؟ ده أوحش حاجة آه ده ده مفيش ده؟ بيتعالج ده؟ بيتعالج آه كلهم بيتعالجوا بس هي الفكرة انه الامراض دي امراض مزمنة والمريض يحتاج انه ياخده على العلاج مدى الحياة زي الضغطة والسكر كده وبعدين الناس تقوم لو ساب العلاج هيقوم يشوف عياله وممين بالزبط شفتي عياله وممين في اخر لقطة لما وقف علاج ورجع شاف مامته تاني وشاف بابا تاني هي دي هلاوس لانه كان عنده هلاوس في الفيلم يعني الفيلم طبعا فيه حاجات طبية مش صحة قوي بس هو وصل للمعنى لانه كان فيه هلاوس فده عنده ايه؟ وجو الصفاء عنده التلاتة؟ لا هو عنده واحدة من التلاتة اني واحدة بقى غالبا اول واحدة خالص اول واحدة اول واحدة ليه؟ ليه كله شوية ما يشوكش الا في مراته بس لانه ما شتكتش انه بيشوك في الاخرين خالص واهله كويسين اه وما قلتش انه هو بيقول الناس بتتأمر عليه وانه عنده مشاكل في الشغل بس بالعكس بالعكس المشاكل دايما فين؟ معاها هي والشك دايما فيها هي بس ومعندهش ولا هلاوس ولا بيكلم نفسه ولا بيسمع اصوات ولا عنده اعراض سالبة اللي هو ولا عنده خلل وظيف طب انت قلت حاجة في النص انا مرضيتش اوقفك فيها قلت اوقفك بعد ما تقول التلاتة انواع عشان ابقى عارف انت قلت في النص DNA هل لو هي عملت DNA ده يبقى حل؟ ولا هيأكد له حاجة هل في واحدة يعني واحدة ترضاه على نفسها ان هي تعمل ده يعني عشان ابقى لك انه دول عيالك ده لو رضيتها حتى عن نفسها احنا بنقول انه المريد اللي عنده الطراب ضلالي الشكل عنده فكرة ما بتتغيرش بالمنطق ممكن يقول الدكتور متآمر معه؟ لا فانت لو عملت حتى تحليل الدين ايه هو مش هيصدق هيقول التحليل مضروب الدكتور متآمر انت كدابة انت جبت عينا من حد مش طبيعي ما هو مريض هو ده مرض بجد مرض بجد والتوصل انه ممكن يقتل مراته وبنشوفهم في الطب الشرعي النفسي كتير جدا ده موجود كتير جدا وبنشوفهم كتير جدا وفي حادثة بالمناسبة مشهورة كانت موجودة عندنا في مصر يعني عمل بس مباشر بعد ما قتلها انا مش هتعرفيها بس حادثة كانت مشهورة عمل بس مباشر بعد ما قتلها وده كان مريض لا حول ولا قوت الا بالله العظيم طب ماشي ايه اسباب المرض ده بق وايه موجودة كتير 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 خلال كينيائي في المخ نطق العصبي بيحصل من ايه؟ في عوامل وراثية الدوبامين بيقل اللي هو هرمون السعادة؟ لا اخدي بالك بقى ما دي حاجة اديني فرصة اشرح بقى حكاية الدوبامين دي لا استنى عايزة الدوبامين دي اش انت كنت حفظها انت في المواسم اللي فات استنى بقى لازم نفهم كده ان المخ مش لقشة واحدة المخ ده حتت كتيرة تمام؟ كل قرية في المخ لها وظيفة والنواقلة العصبية هي هي موجودة في كل حتة بس النقل العصبي في المكان ده وظيفته غير في المكان ده أين دوبامين؟ في المنزل ميزولمبيك باسوي ؟ المصار ميزولمبيك ميزا كورتيكال اللي هو بنسميه دينا كلام مبسط لتفهمه يا اخي والمشاهدين يفهمه السيبك منها الدوبامين ده مس او الحجم عن المكان ده مسؤول عن الضلالات مسؤول عن التفكير عن الافكار خاطئة بالظبط عنده يشague جول حكاية ده عكس لما يعطيه في الهبوكمبوس يحسن المزاج عكس لما يعلم في البريف رنتر كورتكس كوش رجباني المخ يا حسن التكنيز نحن نريد أن نفهم يعني الدوبامين في كل حتة في المخ ليه ايه؟ يعني امو أحمد قاعدة في البيت و امو جمال و كلنا قاعدين بقية بنتفرج القصة سيجعز نفهم ده ايه؟ إيه الدوبامين الكمية المخ بقى ديه؟ الدوبامين في كل حتة في المخ ليه وظيفة مختلفة عن الحتة الثانية يعني هذا الهلاوس بتقل عنده الدوبامين ده بيقل خليكي معاه الدوبامين في كل حتة في المخ لوظيفة مختلفة فلما يبقى في الهبو كانبس اللي هو حصان البحر عالي يحسن المزاج لكن لما يبقى في الميزو كورتيكال ميزوليمبيك باسوي عالي يعمل ضلالات أنا بقى عايز الحاجة اللي تهمني أنا بقى أنت فاهمة؟ فهو الدوبامين هنا في القصة دي بس أنا عايز الحاجة اللي تهمني دي عالي في الميزوليمبيك ميزو كورتيكال الحاجة اللي تهمني وتهم المشاهدين هو ممكن حد فجأة يلاقي كمية مخه بتتغير ونوه بيجراله كده اه ليه؟ عندنا عوامل ديني فرصة بقى اقول ده صعبة جدا ده واحد عوامل جينية يعني الراجل ده عنده في العيلة جينات فصام جينات المرض النفسي طب نعرف منين؟ مش نعرف هنكتشف ساعتها ده رقم واحد اتنين العوامل البيئية والعوامل الاجتماعية اللي حواليه طريقة التربية اللي تربى بيها والبيئة اللي هو كان فيها كان هو معزول اجتماعيا ولا مختلط بالناس وعنده علاقات اجتماعية جايدة ده اتنين تلاتة العوامل النفسية اربعة وده مهم جدا انه يبقى فيه تأثير خارجي زي المخدرات المخدرات دي بتضيع المخدرات بتعمل كده؟ نوع معين من مخدرات مش هنقول اسمه المخدرات دي بتعمل كده بس لما جو الصفاء بيشاور على ابنها بيتخالها أسامي رجالة موجودين يعني عايشين معنا ده شبه ابن عمتك ده شبه ابن عمك يعني ايه؟ هو ده الضلال انه هو طول الوقت هيقعد يلبس الواد لأي حد وكل يوم الواد بيتغير وهيبقى شبه ابن الجئمه هو مش عارف هو عنده ضلال بس مش عارف يثبت الضلال انت عارفة ده لو مسك عليها غلطة هيقتلها لحظة في وقتها هيقتلها لا لو مسك بس غلطة يعني لو جاء لها ميلي كان هنا مسلا وماميتها كانت هنا حتى ومش اقلاله ده مصيبة سوادر انه ممكن يقتله في اللحظة زي ده عشان كده ده لازم يتعالج فورا طب يتعالج ازاي؟ اهله بقى هيعمله علاج ده واقي لازم يأهله يعرفوا الحكاية واخد بالك قانون الصحة النفسية هم فين دورهم في القصص؟ هاولي كهوستان ده ما حسيتش انت مش لقيهم؟ انا مش لقيهم بس هاولك بس قانون الصحة النفسية المادة رقم 13 بتجبر المريض النفسي على انه يتعالج غزبا عن بوزه لانه بقى خطر على نفسه او خطر على الاخرين ازاي بقى غزبا عن بوزه؟ والراجل ده خطر على له ازبت ازاي انه مريض اهله هيروحوا لاخصائي طب نفسي او استشارة طب نفسي اكيد انا مش هامله كده او هي تروح لاخصائي طب نفسي او استشارة طب نفسي والدكتور يؤكد ان هو مريض ويتم حاجزه في مستشفى نفسي للعلاج وياخد العلاج بالتظام ايه ده هو مريض اللي شك بيتحجز برضه؟ لازم عشان ياخد العلاج وكيمة مخوطه تزبط فالفكرة الضلائية يطور انا ممكن تديره العلاج في البيت؟ لو هو هيوافق ياخده انا بتكلم هيتحجز غزبة عنه لو هو رافض يتعالج طب حاجة تانية يعني هو هيتعالج يبزاجه يغزبن عنه ما انت قلت لو طلع من المستشفى يا دكتور قلت برضو ان هو هيتسوق هيفضل ماشي على علاج دوائي وهياخد حاجة اسمها علاج ممتد المفعول الحقنة تشتغل لمدة 30 يوم بتستمر فترة طويلة شغالة بتعمل ايه بقى؟ فلازم ياخد ده على فكرة القانون في الصحة النفسية في مصر بيقول ان في حاجة اسمها اوامر علاجية كمان يعني لو الدكتور خرجه وقال له تاخد العلاج لو ما خدش العلاج وهي راحت قالت انه ما بيخدش العلاج القانون والشرطة يجبرون وياخد علاج دي اسمها اوامر علاجية لانه خطره تعدى من الشخص العادي من نفسه للاخرين شايف هنا القانون يجبره على انه ياخد العلاج او تحجز في المستشفى شايف شخصية صفاء عاملة ازاي عشان فيه سؤال جاي بعد وكده تريكي جدا انا عايزة ابقى متحملة بس ورازم يتسئل انا عايزة اقول لك حاجتين الاول شخصية ابو صفاء عشان دي شخصية مهمة جدا ابو صفاء ماشي وعمال يتجوز مش عارفين ليلاقوله بلد نارسيستيك بيرسوناليتي كما يجب هو شخصية نارجسية ما بيفكرش بيف نفسه اناني طب هو شخصية نارجسية دي ده بيبقى وراسة لا مش لا مش شرط مواتبعات تقوله فصام وراسة فيها نسبة وراسة شخصيات فيها نسبة وراسة بس خد يبالك فيها عوامل بيئية واجتماعية انا بقلد ابوي او اقلد امي او بالزبط كده فهو شخصية نارجسية ابن لازينة الشخصية نارجسية تخلف طفل ضعيف ولا طفل قوي على حسب على حسب قصة صفاء بتقوله انها كانت شخصية قوية وانها قدرت تشتغل وانها قدرت تكمل تعليمها بس لو قوية كانت وقفت لجوزها وانها كفحت وانها اصلا خد يبالك توقف لجوزها ايه ده هو بيتقيمها في شرفها فلا لا لا هو كان بيشك فيها فخلفت منه هي خلفت منه ليه عشان لازم تخلف منه عشان هي متجوزة بما هي متجوزة ليه بجد وحنا منتجوزة عشان نخلف اه طبعا ده واحنا ارنب دي افكار المجتمع المصري ايه وزي الفارس والحوصان لبيض او افتحي السبيكر واتنزليش مع عمك لوحدك وما تخرجيش في الشارع ومين اخلف اما هو بقى ده ما كانش متفسر صحي في الاول وانا مش هارف اصرف على النفسي اصرف على العيل اما هو ده ما كانش متفسر صحي في الاول ده كان متفسر على انه بيغير عليها وهي كان بتفاكرها غيرة احنا شرقيين وبيغير عليها عشانها حلوة بزيادة تخيل يقوله ما طلعيش بلكون احبدا احنا شرقيين واحنا كلما الراجل يغير على امراته بيبقى ده راجل حمش كلما الراجل يقفل على امراته بيبقى ده بيحبها بيغير عليها حتى من لبسها بيغير عليها ده الكلام اللي حواليها عمالين يفسروا لها الغيرة طبعا بيغير عليها وهي عمالة تفسر لنفسها الغيرة وتبررها لنفسها بانه بيغير عليها يقوله افتحي السبيكر في حين انه هو في الاخر شكاك شكاك مش بيغير في فرق ما بين الغيرة والشك. ما الفرق بين الغيرة والشك؟ الفرق واضح جدا. عشان كل البيانات بتفرجوا علينا وهي بتختار تبقى عارفة ما الفرق بين الغيرة والشك. الغيرة معناه ان انا واثق فيكي بس ما حبش حد يبصلك. تمام؟ وابدايق لما حد يبصلك. وما بقفلش عليكي ولا بتحريتك ولا بمنعك انك تعملي حاجة. الشكل العكس تماما. ايه بقى؟ مش بقى ان انا مش عايز حد يبصلك. لا، هذا أنا شكك فيك إي أنت أنت اللي بتخلل الناس تبصلي تمشي ببصليك في الشارع بالظبط كده الغيرة هو مدّاق من الثانيين من الآخرين اللي بيبصوا لكن الشك، هو عنده مشكلة معك أنت هو مدّاق منك أنت أنت بتلبسي كده عشان يبصولك تبتعمل لي شعرك كده عشان يبصولك يجبت حريتها الثاني مش عايز يجبت حريتها بس مدّاق من الناس اللي بيبصوا لكن هذا يجبت حريتها لأنه شايف يعني الراجل الغيور لذيذ، وليس الشكاك؟ بالظبط كده. الغيور اللذيذ، أنه يبقى أنا وثق فيكي، ولكن لا أريد أحد يبصلك لكي أنهم سيشفوك حلوه. يعني ده معنى أنه يحبها فعلاً. لكن الشكاك، لا، هذا يشك فيها، ليس يحبها. هذا يمسكها، يضربها، لكي هو يشاكك فيها. مثل ما عمل في صفاء في القصة. فهنا لا، هنا شكاك. أنا راح البيت ونيمهم كده زي ما قولوا بالبلد دي أنه إحنا هنتصالح وإحنا وإحنا وإحنا. وخدها البيت، رقعها علقة. ليه بقى؟ عشان هو شخصية شكاك. ده ممكن يوصل للقتل؟ في اللقطة دي كان ممكن يقتلها. لما ضغطها وطي وضربه ويحامل، وما هموش. ده كان ممكن يقتلها في اللقطة دي. بس هي بتقول كان قطة مغمضة وعملي صالحها ويراضيها. بعد كده بعد ما هيدي. لكن في اللقطة دي كان ممكن يقتلها لأنه هو قوته في شعوره وهو متأكد ودماغه بتؤكد له أنه هو إيه؟ وأنت كده بتقول حل واحد يعني وأنا هاستشفه من كلامك. لا، صلحولي. أنه هو لو ما تعالجش يا صفاق يا هيقتلك يا تتطلقي. لا. ها؟ أنا بستشفك كده معرفة. يتعالج الحل الوحيد أنه يتعالج. طيب لو ما تعالجش. أصلا هو لو طلقها، لا، قوتها طلبة الطلاق وطلقها ممكن يقتلها بعد ما طلقها برده. بردو وأنا مش أخلص منك بردو؟ آه آه، فلازم يتعالج. الحل الوحيد ليس الطلاق. الحل الوحيد ليه؟ يا عم أهلي ويعالجوه بقى أنا مالي. مفيش الكلام ده هو عنده الضلال متكون عليها. وإن الواد ده مش ابنه. أيوة، لكن البيئة الفقيرة اللي هي عيشة فيها ذي وإيه؟ الواد اللي مكتوب بإسمه ده هتعمل في إيه؟ فهقتله. لا يا دكتور حمودة مش ممكن. فهقتله. ده رعب. مش درسة هقتلها، ده أنا هقتله. في الطب الشرعي بنشوف اللي قتلوا عيالهم رجالي. وهقتلوا عيالهم عشان عنده ضلال إن الواد مش ابنه. طب انت مالك بيه طالما مش ابنك يا أخي. ما هو مش ابني ومكتوب بإسمي ومراتي بتخني. طب دي تبلغ عنه. يتعالج. الحل الوحيد يتعالج. أيوة لو مرضيش يتعالج. أودي إزاي أجره؟ ليش أنا لسه بقول قانون الصحة النفسية مادة 13. أكلم البوليس أكلم مين؟ آه أكلم البوليس. ده بجد؟ طب خليني يشرحون نابل حتة. آه أعرفوك. أنا مهمة جدا. ياريت. قانون الصحة النفسية اللي تحتى سنة 2009 قانون رائع. إيه بقى؟ تمام؟ إحنا عندنا مادتين لنقل المريض للمستشفى. المادة الأولى مادة اسمها مادة 17 دي مادة نقل مش مادة دخول. مادة 17 يعني البوليس يروح يجيبوا غزبا عن بوزه ويودي المستشفى. عشان ده خطر على المجتمع وخطر على نفسه. ده مادة 17. يعني أنا هكلم إيه هكلم من نجدة؟ قولهم تعالى أخدوا عندنا واحد مريض. آه. حييجوا ياخدوه ده هيتكلم شرطة النجدة وتقول له أنا عندي مريض نفسي وإنقله مادة 17 العباسية. وعايز يقتلنا. ينقلوا مادة 17 العباسية لأنه هنا خطره تعدى الشخص ده تعدى نفسه ما بقاش خطر على نفسه بس ده خطر على المجتمع. لأ وضربها وراحت للدكتور. المادة التانية. آه المادة التانية مادة النقل التانية اللي هي مادة 18 دي مادة نقل برضو. بنكلم مستشفى الأمراض النفسية الخاصة ونقول لهم عايزين عندنا مريض نفسي عايزين تجوا تاخدوه. أي مستشفى؟ أي مستشفى خاصة فييجوا ياخدوه. لو عندهم خدمة النقل هيجوا ياخدوه طبقاً مادة 18 في قانون الصحة النفسية. بس هنجي فلوس منين. دي مادة النقل خليني بس أكمل دي مادة النقل. لو فيه فلوس هنقله مستشفى خاصة مادة 18 ماشي. ولو ما فيش فلوس هنقله مادة 17 عن انخلال البوليس. ده رقم واحد. رقم اثنين مادة الدخول عندنا ثلاث مواد للدخول المريض النفسي في المستشفى. أي بقى؟ رقم واحد مادة 10 إن المريض جاي برجلية بيقول أنا عايزة تعالج أنا مريض نفسية. ويمضي على دخوله ويخش المستشفى. لما يحب يخرج يقول أنا أنا داخل بمزاجي فعايز أخرج. فيخرج لأنه هو مادة 10 اللي بنسميه الدخول الإراضي داخل بمزاجه. مادة 13 الدخول الإلزامي لما المريض يبقى خطر والبوليس جايبه أو المستشفى جايباه هيدخل غزبا عن بوزه. مادة 13 إلزامي وهيمضي عليه أهله طالما أحصائي أو استشاري. أنا خايفة حتى وأنا بنصحها أقول لها موضوع القتل ده. أنا وخلي بلك انتا كده هتخوفها جامد أولا. مش هي دي الحقيقة أنا مش أقولها وأنا بتكلم بقى في الآخر. إحنا ما بنقولش حاجة وبنكتشف في الآخر إنه حصلت جريمة قتل ونقول الجريمة يريدها ما حصل. لحد ما يحصل كل ده أنا ما يوافق إنه يتعالج أو إن إحنا نتكلم بالراحة أو إن حنشوف دور أهل أو ما ما نهوش دور في القصة. هي بصفقة عملية. تعالجوا. كل ما هتسأليني هقولك تعالجوا. ما أنا قاعدة في البيت أطمنوا أكتر من كده إيه أو العلاج اللي اطمئنان. أنا بقولك الراجل اللي كان بيدور في ودان مراته على سماعة مركباها دي ست بيت في الصعيد. فأنا ما بتخرجش من البيت ما بتخرجش من البيت جيرانها ما عرفوش شكلها. وهو مصر إنها بتخونه فاهماني عشان كده عشان كده هي فكرة غير منطقية فكرة ما بتتغيرش بالمنطق عشان كده هي اسمها ضلال عشان كده هو مريض نفسه. أيوة ده بدأ إمتى مرضه ده ما نعرفش بدأ إمتى ممكن بدأ من سنة هي مش موضح في قصة ممكن بدأ من سنتين ممكن من بدري واخد يبالك ده الضلال الأشهر ده فيه ضلالات تانية يعني التراب ضلالي الشكل ده ممكن يبقى الضلال إنه شخص معين اللي بيقزيه مش مراته خالص بتخونه. أو محمد محمود اللي في الثالث قاعد موروش غيري بالزبط يجي لك بقى يا أمة حمود. ده هنا برانويد يعني هنا ضلال التهادي. أيوة قلنا اللي هي رقم اثنين مش الشيزوفريني. رقم ثلاثة لا إحنا لا ده مش رقم اثنين ده مش التراب شخصية ده هو رقم واحد اللي هو التراب ضلالي الشكل أنواع. التراب ضلالي الشكل في منه. قلنا ثلاث أنواع. لا ما قلنا ممكن يكون ثلاثة حاجات المرض. أيوة. الأول فيهم هو التراب ضلالي الشكل وده اللي احنا بنرجع احنا موجود في حالة صفاء التراب ضلالي الشكل ده ممكن يبقى فيه خيان ضلالي الخيانة ده رقم واحد في التراب ضلالي الشكل التراب ضلالي الشكل ده ممكن يبقى واحد الخيانة اتنين يبقى التراب ضلالي يعني عنده افكار ضلالية تجاه شخص بعينه هو شخص واحد بعينه او او انه يبقى عنده ضلال المحب قلناه بلكده انه فلان بيحبني ومصر على الفكرة انه سالي عبدالسلام بتحبني وانا ما بحبهش اه هي الفكرة بقى انه بيختار مزيعة مشهورة ويقول او الشخص مشهور ويقول انه ده ايه دي كانت بتكلمني انا عايز اقولك انا طيب تعرف انا كنا بيجيلي كده مسجد كده يا دكتور مش زارة عايز امعها دول الريتومانيا قلتلي كل مرة تعدي من تحت بيتنا وما تقولي ليش خديني مرة معاك يا اجي معاك واحنا بنصور مشهورين جدا دول مين دول سامير اسبوت ايه ده مين دو ده بجدد اه بجدد اصلا انا شفت المسجد دي عشان كده اللي هو كان في فيلم بحبك وانا كمان كل مرة تيجي وما تسلميش علي انت مين ده حقيقي هقولك حكاية اول مرة اقابل عيان الريتومانيا كنت نايب مستشفى الحسيري الجامعي في قسم الطب النفسي جات لي عيانة بتقولي كده انت متعرفنيش ما عرفكيش قالتلي انا مجنونة ايهاب توفيق ايه التهريك ده والله كده بالزبط يا بجدد ده مرض زي جامع رسوا بيتعالجوا ايوه انا مقبود علي مرتين عشان كنت بقتحم حفلات ايهاب توفيق وبتعالج بقالي فترة عشان هما بيقولوا ان انا عندي هواس المحب اللي هو الريتومانيا ده هي مش مقتنعة هما بيعالجوها عشان كده هما لكن هي مقتنعة انه هاب توفيق ايه بيحبها بيحبها وبدور عليها يعني هم ينجل صفاء يوصل لدرجة ان هو يقول لك هما بيعالجوني بس انا مش بحتاج علاج هو كده فعلا انا بحبها مش عايز اقزيها هو فعلا كده يعني هو ممكن يوصل ان هو يقتل وهو بيحبها اه بس هو مكنش قصده ايوه ومن الحب ما قتل هو الضلال مخليه يعني ده فعلا المثل ده صح من الحب ما قتل او دبها لقتلت صاحبها طبعا عشان هو مقتنع ان هي بتخونه وهو بيحبها ينهر ابيض طب تعمل ايه بقى صفاء غير العلاج يعني اقول لي بقى ده لقت انا صفاء هتعمل ايه لانه انا احترت تعالجوا وهي هتعدي اللي بحسن الله ده ازاي تعالجوا وعندها اختيار انها هتعالجوا بفلوس او تعالجوا ببلاش وانه يدخل للمستشفى الزامي وانه يمشوا على حق انه انتدت المفعول طب انا ممكن اهرب من كل ده عشان ويتحسن ويبقى كويس وطبيعي لو انا ما كانت صفاء طب مطق الهروب الحل لو هربت هيطاردها طب ما هي راحت تولدت هناك عدم عموتها وما جاش سأل فيها عشان ما هو لسه هو لسه بيحبها ولسه باقي عليها وما وصلش الى مرحلة البيج بوينت اللي خليه روح هيقتلها في مرحلة كده هيقتلها فيها اللي هي اللقطة اللي اضربها فيها كان ممكن يقتلها في اللقطة طب ما هيتفضل قاعدة خايفة منه يا دكتور ما احنا قلنا تعالجوا وحتى لو هنبقعدة برضو خايفة افدأ يعني ليه بعدك ومستني يا موتي ده بمجرد ما تعالجوا هيبقى كويس جدا وهيبقى لان هو كشخص كويس يعني تعالجوا ويتطلقوا لا تعالجوا ويكملوا انت عايزة تطلقيهم ليه يا سلي قصو بيتعالج فقدية لا لو فيها قتل احنا قلنا لا احنا على مبدأ واحد الادمان بنتطلق بس انا عمري مولت لحد تطلق بقيت الحاجات بس انا خافيا انتاكس اخافي اقتلها القتل هناخد دواء انا الاول مرة بقولك القتل فيه هنمشي هناخد دواء وهنمشي على حق الممتدة المفعول وهنتعالج وهو ضلال واحد اصلي خدي بالك او يجي بقى انتكس خمس سيام يعمل فيها حاجة اللي عنده اقتراب ضلالي الشكل ده كل حياته سويا مع هذا الفكرة دي ما هي الفكرة دي هتيجي علي انا يا باشا ايوة ماشي بس كل حياته سويا مع هذا الفكرة دي يعني لو عالجت الفكرة دي الراجل كويس انا هنهي حياته وانهي حياتها الزوجة وما لا نهي حياتي انا ما انا هعالجه انت ليه خايفة من العلاج احنا عشان كده بناديه لحق الممتدة المفعول انا خايفة على البنت انا اي حد ببعاكي انا اي حد ببعاكي قضية في الدواء ما هو بياخد حق الممتدة المفعول يعني انا هتديه لحق الممتدة المفعول تستمر لمدة 30 يوم قبل ما يخلصوا التلاتين يوم هتديه علاج تاني يا الحقنة بتوجع يا لو اخدها وانايم عادي حقنة زيت بتوجع اه تيلة وبتاخد وقت عشان حقنة زيت مش حقنة مية الحقن نوعين يعني هيحس يا حقن مية يا حقن زيت الحقن المية بيتبني متصصها بسرعة اه الزيت دي اللي بتزرق المكانها دي عرفة حقن الزيت دي بيتبني متصصها على فترات طويلة وبتتاخد في العدل تمام حقنة الزيت دي بقى ممتدة المفعول يعني لازم احنا بنعالجه انا سؤالي لازم احنا بنعالجه ونقوله انت هتتعالج انا هتتعالج مش هينفع حتى نعالجه باسم حاجة تاني ومزمن طبيعة المرض بتحكمنا عشان العيان يقولي اصلا هبطل علاج امتا طب لو حلف موراك ايوه في بعض الامراض مزمنة لازم المريض يفضل يتعالج طول الوقت ما فيش حاجة اسمها اصلا انا عايز اوطل الدواء اصلا انا زي اقتم الدواء مريض السكر هيبطل الدواء هيحصل له ايه هيجيلو غيبوبة سكر ما سيموت عيما هيموت ومريض الدواء هيبطل الدواء حصل له ايه هيينفجر هيموت في akkor امراض مزمنةوا لطبيعة الامراض رجعك كل اشراق وامل وتفاؤل قفلت لي كل حاجة نوارتين يا دكتور الله خليك أسأل حسنين دكتور حمودة والله وأنت جدا والله